السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي التلميذ عزيزة التلميذة لا يخفى عليكم أن مادة التربية الإسلامية من المواد المقررة في الامتحان النهائي للسنة الابتدائية السادسة لذا أرجو منكم متابعة هذا الدرس درسنا كما قلت فهو موجه للمستوى السادس المادة التربية الإسلامية المكون الاستجابة عنوان الدرس مفسدات الصوم والأعذار المبيحة للإفطار أهداف الدرس بعد انتهاء الدرس يجب أن أتعرف مفسدات الصوم ومبيحات الإفطار أتجنب ما يفسد صومي وأخذ برخص الله عند وجود الأعذار أقتنع بيسري شريعتنا السمحة كتذكير لا بد منه تعرفنا في الدروس السابقة معنى الصيام إذن أعيد الصيام هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى حكمه الوجوب شروطه والمقصود بالشروط هي ما يجب أن يتوفر في الإنسان كي يكون ملزما بالصوم وهي الإسلام، البلوغ، العقل، الصحة والإقامة أما فرائده والمقصود بالفرائد هي أشياء لا يمكن أن يصح صومنا دونها وهي النية والإمساك عن جميع المفطرات سننه، المقصود هنا أيضا بالسنن هي أفعال قام بها الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن مخيرون في الحقيقة تتبعها إن قمنا بها فنحن نأخذ أجر اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وإن لم نقم بها فصيامنا صحيح أهمها تعجيل الفطور تأخير السحور إذن لنلاحظ هذه الوضعية شاهدت زينب جدها الذي يعاني من مرض السكري يتناول وجبة الإفطار في أحد أيام رمضان استغربت الأمر وأخبرت أمها فأجابتها أمها موضحة أن جدها يتوفر على عذر يبيح له الإفطار ما رأيكم؟ هل الأم محقة فيما قالت؟ هل فعلا هناك أعذار تبيح الإفطار؟ إذن لنتعرف رأي الشرع في ذلك يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العزر سورة البقرة من الآية 184 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقضي كتاب الصوم إذن نلاحظ أن بعض الكلمات هنا سيسعب فهمها أهمها كلمة أو مفرد ذرعه القيء المقصود بذرعه القيء أي غلبه القيء نجد أيضا كلمة السقاء أي بمعنى تعمد القيء فليقضي أي فليسم يوما بعد رمضان نستنتج من الآية أن الله تيسيرا على عباده جعل لنا رخصة للإفطار في حالتي المرض والسفر نظرا لما فيهما من مشقة أما من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستنتج مفسدا من مفسدات الصوم وهو الاستقاء أي تعمد القيء والجدول التالي سيلخص مفسدات الصوم وكذا مبيحات الإفطار من بين مفسدات الصوم نجد تعمد الأكل تعمد الشربي ثم الاستقاء أما مبيحات الإفطار فهي السفر وقد حددت مسافة 82 كم أي المسافة المسموح بها للإفطار هي 82 كم فما فوق ثم المرض الذي يرجى شفاؤه يعني المرض قصير المدى يوما ثلاثة أيام أو أسبوع ثم الحمل فالإرضاع وقد تم إلحاقهما بالمرض نظرا للمشقة التي تتحملها المرأة سواء كانت حاملا أو مرضعا ثم المرض المزمن المقصود هنا بالمرض المزمن هي الأمراض التي لا تشفى في هذه الحالة فهؤلاء الأشخاص لن يستطيعوا أن يقضوا تلك الأيام مرة أخرى إذن فهم مطالبون بأداء الفدية المقصود بالفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم من أيام شهر رمضان لأتأكد من أنني حققت أهداف الدرس المرجو أن تقوموا بإنجاز هذه الوضعية إذن ملع الطبيب جدتك من الصيام لمرضها الشديد لكنها تسر على الصوم حتى لا يفوتها التواب والأجر المطلوب منك أن تقنع إذن أقنع جدتك بضرورة إفطارها مستشهدا بالآية 184 من صورة البقرة حد سعيد للجميع وفي انتظار مزيد من الدرس شكرا لكم على حسن المتابعة اشتركوا في القناة